مرحبا اصدقائي في قناة العافية للتقنية اليوم جملكم طريقة تنجر تطبيقك بطريقة سهلة وحتجيب زيارات كتير هتجيب تحميلات كتير بطريقة ان شاء الله هتفيدك وبعتيني يعني ما حدا شراحها قبل طبعا انت لم بعد ما تنزل تطبيقك على جوجل بلاي طبعا اضافة الى اضافة الى نشر تطبيقك على فيسبوك وعدة طرق بس انا جيب لك طريقة بحيث انه انت تنشر تطبيقك باكبر شبكة اجتماعية او بمعنى شبكة حتكون او صارت فعلها ملايين بل مليارات مستخدمين بطريقة سهلة جدا ما بتحتاج لا فلوس وبطريقة مجانية جدا جدا او انا بحب بفيدكم يعني دايما بجيب لكم فيديوهات افادة صحيح بتاخر عليكم شوي بس انا باحبش وبدور وبشوف شو الطرق تفيد مجتمع عموبيزي بشكل خاص او اي حد عنده تطبيق مش شرط عموبيزي بشكل عام يعني عنده تطبيق حاب حاب ينشره بطريقة سهلة وطريقة كتير هتجيب له تنزلات بس بنرجع ومنقول كله برجع لمحتوى تطبيقك افوان اذا كان تطبيقك احترافي سكرينشوتس حلوين بترجع هاي المواضيع كلهاتها لتطبيقك نفسه اضافة انت بدك تعمل محل ما بدك تحطه هلا بالمنصة اللي حافر جيك اياها بدك تعمل هيك سكرينشوت حلو للتطبيق لحتى انت تعرف تخلي الناس تنزل تطبيقك انا احلمكم اياها خطوة بخطوة ان شاء الله وما تهكلوا الهم مع قناة العافلة التخنية ان شاء الله هتستفيدوا معنا اول شي انت بتكون نزل تطبيقك على جوجل بلاي بتجيب الرابط طبعه كيف بتجيب الرابط طبعا بتروح على جوجل بلاي كونسول مثلا انا مثلا عندي تطبيق ريد الاطحى والبيبرز بتعمل هيك طبعا انا اضلا انه جديد يعني نزلته يومين يعني ما مش كتير بتعمل هيك بتعمل شير تروح على نوتباد المهم بتعف تجيب تطبيقك انت او من علمك مسلا مش مشكلة بتعمل نوتباد هاي عندك هون التطبيق بتاخذ اللينك بتعمل كبي طيب جيبنا اللينك احنا الاول بدنا نعمل المنصة اللي بنحكي عليها المنصة الصديقي هي منصة بنترست بنترست هي من من افضل منصات لنشر اي شي بالدكية ان كان تطبيق ان كان مقال ان كان موقع ان كان اي صفحة على الانترنت بتختر ببالك اي شي بختر ببالك فيديو يوتيوب خاصة لعندي قنوات يوتيوب فيك تحط الفيديو تبعك تخلي الناس تشوف الفيديو تبعك خاصة اخواننا اللي بمجتمع موبيزي ممكن هان معلومة ما بعرفوها معتمدين بس على اليوتيوب نشرت فيديوهات لا يا عمي في عندك منصات تقدر تنشر فيها فيديوهاتك لحتى تجيب مشاهدات مشاهدات حقيقية ومنصات مجانية فيا اخوان انا بحب افيد واستفيد كيف استفيد استفيد انه انا اول شي الفائد من يعني هذا ثواب يعني انا بحب اعمل خير لحتى استفيد من رب العالمين لحتى يجهزين عليك خيرا لا اكثر ولا اقل واستفيد انه الناس تشوف الفيديوهات تعيتي طبعا حتى اكون داخل بمجال الربح من اليوتيوب طبعا كل واحد بحب يستفيد بهالدنيا انا وي فانا الموقع بانترست هو موقع رهيب رهيب جدا بتفيك تنشر عليه اي شي بالدكية والحلو فيه ما عنده خيوط زي اليوتيوب زي الفيسبوك بانترست وكل على الله حط البدكية وانشر متل ما عم بحكيك بانترست افضل موقع تنشر فيه اللي بدكية يمكن ما حدا هخبركم فيها بالمجتمع ببيزي بولي جروب كله ككل وانا بنصح 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 ادارة مبيزي يشتغلوا عموضوع البنترست ما يركزولي بس على الفيسبوك ويركزوا على اليوتيوب او حتى عندي ممكن على اليوتيوب ما بعرف اذا عندهم او عندهم هنا فيديوهات على اليوتيوب يركزوا كمان على بنترست بنترست بجبلن شغل والله فيه ناس بتشتغل على بنترست بتطلع ملايين ملايين يا جماعة الخير وبدك تشتغل بدك تتعب يعني اي شي بده شغل بده تتعب يعني انت تيجي مثلا تعمل بنترست بروفايل بنترست وتحط لي التطبيق وتنسى لي يا لأ كل يوم نزل شي جديد لحتى الناس تفوت عندك تشوف شو شو في عندك امور شو كذا شو كذا شو منزل شو يعني مثل الفيسبوك مثل الانستجرام مثل اي منصة تانية بس انت بدك تشتغل عليها بدك تحاول تبدع بالصور هو بنترست بدك تبدع شو البنترست وزي بوست تنزلوا على الفيسبوك تنزلوا عن استجرام بس دك تحاول تبدع بالصور لحتى انت تجيب ناس تفوت على صورتك تفوت على اللينك اللي انت حطوا بالصورة هلا بشرح لكم بقولكم كيف احنا جبنا اللينك تبع التطبيق ونروح على بنترست انا اراد عامل بنترست لمجلتي اللي هي مجلة العافية للتقنية وهي مجلة تتناول موضوع كتير ربح من الانترنت وموضوع حصري موضوع صحي موضوع تكنولوجيا نروح على طب قبل ما نروح على بنترست الصديقي قلت لك مليون مرة ولا المرة التريليون مرة بقول لك روع موقع كانفا موقع كانفا هو موقع جميل جدا بتصمم اي شيء بدك اياه موقع كانفا يغنيك عن جميع البرامج نغنيك عن جميع اي شيء عالتليفون بتنزلوا فين دك موقع كانفا على الوبسايت فين دك موقع على التطبيق بنزدوا بتعمل اي شيء بدك اياه باخترع بالك اوكي احنا شو بنا نعمل او شيء ننزل على بنترست اوكي منروح على زائد علامة زائد هاي انا شو بدي انزل بنترست او بوست بنترست نكتب بنترست عفون بنترست بتختار اي واحدة فيهم شوف هاي بعطيك اياها شوف كانفا بعطيك سامبلز انت شو ممكن تعدل عليها مثلا انت فيك تاخد هاي اول واحدة وتعدل عليها اللي بدك اياه مثلا بتعدل عليها وبتجاهزها وبتنزلها وبتسيف عندك بس انا بدي واحد جديد بنعمل دليت بنرجع بنرجع هون بنعمل زائد وبنكتب بنترست او احنا شو بدنا قلنا بدنا اش اوكي ما بدنا ناخد احنا من هنا بنشتغلع واحد جديد هاي الصفحة بنضيف اي شي بنية بنعمل علامة الزائد مثلا بدنا شي مثلا خلينا اوخد جرافيكس اي شي بتاخده بس انتبه ما تاخد البرو لانه دفع شي مدفوع احنا مش حان نشتغلع شي مدفوع اختار اي شي بدك اياه مثلا لا بدنا شي جرافيكس نافوتوز مثلا 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 تطبيق عن شو بحكي خلفيات مثلا بتختار مثلا هون فلاورز عن صور زهور whatever هون شوف لانه بنترست جاي بشكل طولي انت بتروح على هدولة بتختار vertical وبتع apply filter شيف جبلك اياها مثلا تختار هذا مثلا هاي الصورة طيب يا سيد العزيز بتزبطها هيك 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 هاي هيك صارت جايزي بعدين صديقي بتروح على علامة الزاد بتشيل كوي شوي خطه هون رو علامة الزاد شو بدك تضيف انت على الصورة كلام مثلا ناخد اول واحدة نكتب مثلا انت تطبيق خلفيات رومانسية او خلفيات زهور 2021 بتروح على الفونت بتختار توفيلي عربك بتختار نختار color وشوف الحلو فيه بجيبلك color نفس الصورة يعني انت منتناسق مع الصورة اوكي نعمل هيك نختار size نوغة size هيك مش مشكلة نكبر هيك زي ما هي ما مشكلة خلفيات صور اوكي اوكي هيك صارت جايزي هلا شو منعمل بنروح على زائد بنكتب صور نروح نكتب جوجل بلاي وحكي وحكي اوه 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 اشتركوا في القناة 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 نعمل save هاي سيفناها هو سيفة نرجع نروح بين trust نروح نروح على علامة نروح على علامة نعمل z تضغط نعمل next شو بتكتب اي شي بالدكية عن التطبيق خلفيات ظهور 2021 هون description زي description تبع جوجل نفسه هو نفسه بتكتب لتحميل تطبيق خلفيات ظهور رائعة يرجى الضغط على الرابط خلفيات نعمل 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 ما هو نعمل ن slot نعمل وorn كل نعمل التطبيقات جسر هذا وحKI نعمل نعمل بفرش للصفحة. نطلع منه شوي ونرجع منه ندخل عليه. هيك. نضحك. شوف اياه. نزل صديقي. شفت كلمة انستول. شفت كيف ما احلا. اي واحد بضغط انستول مباشرة باخده على جوجل بلاي ويحمل التطبيق عنده. فيه نقطة مهمة هون. شو ما يعني هذا الكلام اللي فوق. اللي هو عبارة عن قديش هاي الصورة بيّن للمستخدمين. يعني قديش طلعت هاي الصورة للمستخدمين. اي واحد كتب مثلا خلفيات ظهور طلعت له هاي الصورة برجيك قديش بيّن للمستخدمين. عندك الآت باوند كليكس. الآت باوند كليكس يعني اللي شاف الصورة شو الاكشن اللي اخده. عملي كليك ولا ما عملي كليك. زي ما عمليش كليك هاي بتضله صفر. وزي عملي كليك بيبين عندك واحد اثنين وتفر. السيفز اللي هو مسيّف البوست او البنت تبعك البنترست. يعني سيّف هو ممكن بعدين يجع يطلع عليه ممكن بقى يعمل له شير واتفر. فهاي هو البنترست. فيه شغلة حلوة بالبنترست. انك انت بتضغط على هدول اللي فوق اللي هو تلات عواميد هدول. بفرجيك الاناليتيكس تبع البنترست لبروفايل تبعك. شوف يعني يعني شوف قديش هو كتير منيه يعني كتير حلو. بعدين بفرجيك الاوديونس 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 اه لانه انا لسه بعدني يعني بجديد على على البينترست فعشان هيك مش عم بجيب لي بالضبط للأوديونس. اناوي. فمروح على الاناليتيكس. توتال اوديونس. واتفر. فهاي الانجاجمنت ش يعني انجاجمنت. انجاجمنت اللي الناس تفاعلوا مع البنترست تبعك. الامبرشان قدي طلعوا للصور او البوستات تعونك للعالم. توتال اوديونس هي قديش انت اكسبت ناس. يعني اللي اكسبتهم قديش اه بالفعل تفاعلوا مع. هاي بعدين بشرح لكم عليها. هون فيك تختارة باخر ستة شهور اخر تسعين دايز. whatever anyway. فهذا هو موضوع البنترست صديقي. صدقني صدقني انت الكسبان وانت حتجيب تنزلات لتطبيقك بس بدك تشتل على البنضوع البنترست تعتبره لحاله منصة تشتغل عليها بشكل يومي. يعني مثلا انت نزلت هون بنترست عن هذا الشي. ماشي. شوف لانه انا ضغطت او اجاني الامبرش. هلا ازا بضغط انستول بيجيني اوكي خلينا نضغط مسلا. نرجع. شوف اجاني واحد يعني في حدا ضغط. اللي هو انا نفسي. الوحش ببنترست هاي الشغلة انك انت ما فيك تحصر قديش بالزبط اللي دي ضغطو ما ضغطوش. يعني اذا انت دخلت على البن تابعك وانا ما بنصح يعني انت لما تعمل بن خلص انساء. خلي الناس هي اللي تضغط. خلي الناس هي اللي تفوت. لان مجرد ما انت تدخل بعتبرها انك انت داخل بحسبها واحد. مجرد ما انت ضغطت بعتبرها واحد. وهاي بعتبرها انا انت ما فيك تعرف قديش الناس ضغطت على تطبيق تابعك وقديش حملته. انوي. فانت صديقي. عملت هذا مثلا البنت ترجع بتعمل واحد تاني وبتنوع بالصورة بتغير بالصورة مثلا انا كان كان عندي تطبيق اجمل مثلا اه وينو هاد. مثلا هاد تعمل واحد ابنت تاني وتحط نفس 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 التطبيق وهكذا. فبنصحك بنصحك اخواني اشتغل هذا الموضوع وبتمنى لكم عيد مبارك وكل عام وانتم بخير عادوا الله علينا وعليكم بالخير والبركات والصحة والعافية. وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا سجد الجرس لانه انا بجيبلكم مواضيع بتأخر شواء عليكم بس انا بجيبلكم مواضيع تفيدكم وتفيد اي حد ان شاء الله محتاج يشتر بشكل مجاني لانه الناس عد حالة وان شاء الله الله يرزقنا ويرزقكم يعني ان شاء الله الله يرزقنا اضعف واضعف ان شاء الله وبتمنى لكم يوم سعيد ونراكم.